جمعة مباركة على جميع تحياتي لكم جميعا خلي التفاح فوائده أضراره ممنوعاته كيف بنعمل كيف يمكن استخدامه سواء خارجي على الجلد أو داخلي خلي التفاح معروف أهميته للمعدة لأحماض المعدة للتسريع من الهضم لامتصاص الفيتامينات لتخفيف أعراض الألام لحرك السكر لتخفيف الإنسولين لإعادة البلانس الطبيعي لحموضة الجسم خلي التفاح بتكم تعملوه بشكل بيتي فيش أسهل منه بنجاب التفاح من غسل مضبوط خمس كيلو من التفاح تنغسل تتقطع تتشرح مع الكشر بطريقة إنه الشرحات تكون رقيقة بتنحط في مرتبان من الزجاج معقم معقم يعني محطوط في المياه الساخنة خمس دقائق عشر دقائق اللي ما يكون فيه بكتيريا وبنوضع الخليط هذا والتقطيعات من التفاح داخل الإناء هذا المعقم وبنبكى غاليين مياه غاليينها يعني موصلينها للغليان كبل بيوم وتركينها ليلي بعد الغالية إنها تترصب كل هالعناصر اللي في المياه ونضمن إنه مش هنحط كلور كمان على الخلاط وبتوضع هذه المياه في الصباح بعد ما نقطع التفاح وتترك مفتوحة بس تغطى في إناء تغطى في قماش قطعة قماش تكون شفافة تكون تسمح تدخل الأكسجين للمياه هادي والمياه هادي كبل ما نحطها بنوضع عليها بمقدار يعني إذا بنا نحط خمسة لتر مياه نوضع لنا كاسة أو نصف كأس من الملح الطبيعي أفضل شي ملح البحر ملح صخري نصف كأس لكأس صغير من الملح الطبيعي وبنترك المرتبان هات بعد عملية تغطيته في المياه للمياه لازم تكون فوق يعني التفاح التلتين تاع المرتبان بيكون تشريح للتفاح والتلتة التالت بيكون من المياه لأنه هادي المياه مع عملية التبخير حتصير التفاح ينفش يزيد من حجمه يصير تطلع البقاعات هادئة وعشان ما يصير في عندي خربان في أو بكتيريا في المياه بدي هذا التفاح أحطه في منطقة معتمة منطقة ما توصلها أشعة الشمس منطقة باردة وفي هاي الحالة بصير كل يوم أفضل